السلام عليكم يا أخواتي و مرحبا بكم في قناتكم أخبار بلادي في هذا الفيديو أخواتي عادنا لكم كثير من الأخبار المهمة للغاية فرنسا الآن سوف تلمح بنهيار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي سيتفكك قريبا جدا الأمر هذا سيكري واحد المشاكل ستتخيله لها أخواتي لأنه ستدخل فيها الأورو و ستدخل فيها كثير من الأمور المعقدة و دخلكم السبب عليه أيضا بزد حدنا المزيد من الأخبار المهمة للغاية فرنسا تهاجم الرئيس التونسي قيس السعيد وتصفه بالمجنون ايضا صحيفة الخبر ولا عفوا صحيفة اشهروق الزيذية الاخرى تصفع المروك شو قلت لهم تحثت لهم على الصفعات اللي تلقى هالمخزن ولكن ايضا تحثت على بوضع ما هي من يحب نشاركه معاكم هو ارجاع الجزائر 80 الف حرك الى بلدانهم سنة 2024 صراحة هذا الامر فجأني وما كنتش عارفه اصلا بسلطوا نشاركوه معاكم ايضا هناك اختراع رائع اختراع الجزائر رائع قد تقوم الجزائر بتصديره الى دول العالم هذا الاختراع يكشف الحلائق على بعد كيلو مترات هكذا يعني قبل ما الحلائق تشب وتحرق كامل الغابات هذا الجهة يكشفها قبل ما تنطلق ايضا عادنا هذا المخلوق اردوغان زي عمرا يهدد في اسرائيل وقالها بركامة الضربة في لوبلينسين وذكره الدخل ويعني هو دايما يحب يجي يحمي البندير هكذا في دقيقة تارية وعادنا طبعا لمزيد من الاخبار كما عودناكم خابتي بسح قبل ما نبدأ في تفاصيل المواضح هذه ما تنسوا مش خابتي الله يحفظكم تشتركونا في القناة كما على بالكم وعلى بالي نظل نقولو هالكم الاشتراك في القناة هو افضل تقدروا تقدروا تقدموه لنا وعلى بالي كان بزاف منكم وانا يتفرجوا هذه الفيديوهات وانا بيقولوا بلي اي ما عليك ماناش مشتركوا وانا بيخرجوا لي الفيديوهات تتاعوا لكن بالوقت يحبسوا ما يخرجوا خابتي مرة لا يحفظكم اشتركوا لما نطول لكم خابتي يلا رحوا لتفاصيل الاخبار نحكو على هذا الموضوع الاول وهو قضية ما يحدث في فلسطين وما يحدث في لبنان والدول المجاورة الصهاينة خابتي رمي هاجموا كل الدول الشرق الاوسط ما خلوا لا قصف سوريا لا قصف لبنان لا قصف فلسطين لا قصف اليمن يعني تقريبا كل الدول لانت تعرضوا لقصف الدول المجاورة للصهاينة ليس ذواء حسب ايران انتقمت اخيرا وبعد انتظار طويل انتقمت على قتل هنية والاسماعيل هنية في طهران والانتقام تايران على كين صهيوني كان مرعبا لانها استخدمت فيها سوريا اخترقوا القبة الحديدية وكأنها لا توجد في هذا القصف اسرائيل الان بدت تتوعد بالرد ايضا حتى ايران قلت لها اذا تردين اثنى مسعدة شوفوش قالت اسرائيل مؤخرا قلت يا هذه اذاعة الجيش اسرائيلي تقوله الجيش يستعد يعني جيش صهيوني يستعد للهجوم على ايران وسيكون الامر جديا وكبيرا وقياسيا يعني راح يكون اكبر قصف قامت باسرائيل على اي منطقة قلهم نتوقع تعاونا كبيرا في الهجوم من الدول الشركة في المنطقة يلا هي السعودية عاوننا نضرب ايران زيت شكون الاردن كلبتنا المطيحة تي ثاني امارات بين سير في المقدمة لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زعم رد حول هذا الموضوع وشوفوش راح يقول ذوكا خاوتي زعم راح زعفان من هجوم اسرائيل على لبنان وقلهم سندافع على لبنان بشراسة شوش يقول هنا يا اسرائيل دي بردن قلهم احذر اسرائيل من هنا وبوضوح شديد ان عواقب اي تحرك عسكري في لبنان لن تكون مشابهة للاحتلالات السابقة لن تكون غزة المحاصرة المعزولة عن العالم كما كانت في السابق ايضر على لبنان زعمه وغزة الجديدة لن تكون مثل لبنان بالنسبة لبعض اصدقاء اسرائيل في تركيا وبعض المتعاطفين مع الصهيونية سواء كانوا متطوعين او عملاء مدفوعين اجرفهم لا يفهمون ما هو الامر هنا تمشاكو خاوتي في هذه التحذيرات اللي رايحة في الهواس راحة لانه واحد ما حطوا على محمل الجد وواحد ما يسمع فيه هذا اردوغان كما قلتكم خاوتي خدمت يحمي البردين وبس يحمي البندير قصدي الآن قاتل روحوا روحوا للخبر الآخر في الخبر الآخر جريدة فرانس فانتكات تهاجم الرئيس التنسيق قيس سعيد وتصفه يعني بالمجنون او المتوهم اللي رفيبانه بلي زعمجاته مهمة الهية شوفوش قيلت عني الصحيفة الفرنسية هذي فرانس فانتكات هتقول بلي قيس سعيد مقتنع بأنه في مهمة الهية روحوا ضكها للمصدر خاوتي باش نقراكم الخبر من هناك وهو لكرنا راحنا للقناة تهتي تاع فرانس فانتكات شوفوش هتقول تونس قيس سعيد مقتنع بأنه في مهمة الهية لانقاذ بلده من المؤامرات الخارجية بيقاوصاني زعمك شخص السيد را عنده وهم الإله ولشيء مثل هالقبيلة يعني صحافة فرنسية الآن را يتصف الرئيس الفرنسي بالجنون شوفوش قلز هنا في هذا المقال الصحفي انسي نقراكم فقط البداية تاعه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التونسية المقررات أحد يبقى الرئيس التونسي منتهي ولياته قيس سعيد والذي يحتاج للسلطة ولنقولكم كيف أخوتي نديره ملخص ديره أنا أعطيت هذا المقال الضخم الكبير جدا أعطيته للجي بي تي قلت له لخص لي ويقوله واش رح يقول فيه قالك يستعرض المقال صورة الرئيس التونسي قيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية مركزا على مواقفه وتصرفاته المثير للجدل ركز أخوتي يعني هنا هذا هو هجوم على الرئيس التونسي قيس سعيد لأنه يركز فقط على صورته المثير للجدل حيث يعتبر سعيد نفسه مؤتمنا على مؤهمة إلهية لإنقاذ تونس من مؤامرة خارجية ويحتكر السلطة منذ ثلاث سنوات مما يجعله هدفا للعديد من الانتقادات شوفوا الهجمات اللي تلقاها قيس سعيد في هذا الصحافة خاوتية كي قلت الجي بي تي أتلخصها لي قلت لك انتقاد الرئيس قيس سعيد في المقال انحراف استبدادي يعني رئيس تونسي يعني مو عنده انحراف استبدادي وصفت منظمة العفو الدولية تراجع الحقوق والحرية في تونس بالانحراف الاستبدادي وانتقدت سيطارته المطلقة على السلطة هنا خاوتي ذكر حكم بالموضوع نوريكم جزائر كيفية عملت مع هذا الموضوع تكميم الافواه يعني يدي الحبس المعارضين التعو خطاب غامض وغير واضح وصفه معارضوه بانه يتحدث بلغة يفهمها احد غيره وبان افكاره ومشاريعه تفتقن الى الوضوح تهميش المؤسسات الدولية تدهور الوضع الاقتصادي في عهدته وايضا بعض الاوصاف الاخرى حيث يصفه هذا المقال بانه شخصية حادة وجادة وعنيدة وصاحب مواقف حادة يعتبر ايضا يركز على الخطاب الشعبوي ويميله الى نظرية المؤامرة حيث يصور نفسه كمحارب للأعداء والمتأمرين على تونس يعني صراحة يبدو ان فرانس بينتكات تكره قاية سعيد في الدم وفي الاخير زي ما اقول لك علاقاتها الخارجية ترتكز على الجزائر التي تدعمه في ظل ما تواجهه تونس من صعوبات اقتصادية هذا الامر حقيقي في الجزائر دائما ما تدعم تونس واذا طاحت طبعا رح تقل الجزائر في اكتافها لكن تمشاكم خوتي في هذا الهجوم الشارس من صحافة فرانس بينتكات على رئيس تونسيق السعيد كلنا في تعريقات خوتي بخصوص يعني الاتهامات اللي تلقتها المرأة التونس حول يعني العنصرية ومعاملته للأفارقة الجزائر لم تتلقى هذه الاتهامات رغم انها دارت اسوأ بكثير فمثلا الجزائر قامت بارجاع 80 الف حراق الى بلدانه في 2004 لكن خوتي هذا الامر ارى انه يعني ضروري وما فعلته الجزائر كان رائعا شو جايت تقول لك الهجرة غير الشرعية مرتبطة بالارهاب والنشاطات العدائية والمجرمة قانونيا ومباحث متقدمة حول التعاون العسكري خلال زيارة شنجرحة الإيطالية لا علينا المهم خوتي في هذا الموضوع كما تشوف الجزائر قامت بإرجاع 80 ألف حراق إلى بلدانهم هذا الحراق خوتي ليس من الفارقة فقط من بينهم حتى المراركة والكثير من الجنسية ترجع للمالي ترجع للنيجر وكل الدول المحيطة بالجزائر صحيفة الشروق خوتي نشرت هذه الأخبار كلها اليوم يعني يوم 5 سبتمبر وصراحة مخوتي في القناة بتاعنا أنا كنت شاركت معكم ديجية الأخبار لول بارح بشي حتى البارح بخصوص موضوع الصفقات كان البارح نعم لكن الصفعات ولا كيفها فشوفوا شي يقول هنا ثلاث صفعات في وجه المخزن الأمر يتعلق بخصوص محكمة العدلة الأوروبية اللي رفضتها عن المغرب وعطاعتها ثلاث صفعات كما قلتكم تمرشك مخوتي في هذا الموضوع كلنا رأيكم في التعليقات في الخبر الآخر وكاننا جبدنا مقبيس سيرة فرنسا يبدو أن ماكرون الآن يعلن أنه سيحدث انشقاق كبير في الاتحاد الأوروبي هذا رح يكون له تداعيات ضخمة شوفوا معي الفيديو في الأول أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاقتصاد الأوروبي يواجه خطر الموت بزواله داعيا إلى تعزيز قدرته التنفسية ومواجهة مختلفة التحديات التجارية بإعادة النظر في الأنظمة التي يسير وفقها وقال ماكرون إن الكتلة المكونة من 27 دولة تتخلف عن الولايات المتحدة والصين إذ تفوقت الدولتان صراحة عنده الحق ماكرون ما وش عايش بول حق كيف نحن الدول الأوروبية بأكملها من حق نش مانبالي كونوميتا مريكا رغم أنه كل دولة أوروبية بحد ذاتها متطورة وأيضا في الدول الأوروبية خوتي وخلينا وكونوا صراحين فانون صرا يرفضتهم بأكملهم يعني عندك 3 أو 4 دول أوروبية رام رفضين الاتحاد الأوروبي بأكمله عندك فرنسا والألمان والسويس والطاليان أظن وبعض الدول الأخرى ولكن الكثير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي رام يحتاجوا دايما للمساعدات مثل اليونان لتظل طرحياتها السوفري ويظلوا يرفضوا فيها باقي الاتحاد الأوروبي الآن على هذا هذا هو السبب الحقيقي اللي خلى أصلا بريطانيا تخرج من هذا الاتحاد وتخلى عندها عملتها وحدها لأنه الأمر كان يظهرها الآن بريطانيا رهي أفضل حالا يبدو أن فرنسا تريد فعلا مثل على حسب شوفها فالحقيقة بانت بالشركة هل كف الآخر يا خاوتي حتى عند القر 27 دولة تتخلف عن الولايات المتحدة والصين إذ تفوقت الدولتان على الاتحاد الأوروبي في الناتج الاقتصادي والاستثمار بتفعيل خطة إنقاذ في غضون خمس إلى عشر سنوات الاتحاد الأوروبي قد يموت ونحن على أعتاب لحظة مهمة للغاية لقد انتهى نموذجنا السابق فنحن نبالغ في التنظيم ونستثمر بشكل أقل من اللازم في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة إذا اتبعنا أجندتنا الكلاسيكية فسوف نخرج من السوق وأدعو إلى تبسيط أنظمة الاتحاد الأوروبي وتعنيق السوق الموحدة لمواجهة هذه التحديات شكرا لكم أخوتي في هذا الموضوع يعني شكوني خمم بالاتحاد الأوروبي الآن رح يتوجه نحو الهاوية صراحة الأمر غريب وخلينا نقوله صح زعمت صراع تفكك للاتحاد الأوروبي الأمر هذا رح يكون صعب للغاية يعني تقريبا لن يكون سهل ربما سيكون نستحيل لأنه رح تجمعهم الآن عملة موحدة يعني كل دولة الآن تعودتولي تمشي في طريقها المستقل وكيف رح يحدث مع كامل العملات في باقي دول العالم صراحة أخوتي يعني الاتحاد الأوروبي الآن ره دي مارا وضوك ما يقدرش يحبس صي بش يحبس يعني لازم كل دولة تقرر تخرج منه تعاود تبني العملة تحاوحدها وليكونومي تحاوحدها وهذا الأمر لن يكون سهلا دور شكو أخوتي في هذا الموضوع نقول لنا في تعليقاته الخبر الآخر اختراع الجزائري رائع قد تقوم الجزائري بتصديره إلى باقي دول العالم إذا كان ناجحا الاختراع هذا أخوتي هو كاشف الحرائق وهذا الاختراع موش مجرد نموذج محطوط مخبي الجزائر راه تعمل به بالفعل هذا الآن خوتي قال لك وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعاين بالمدية أول رادار كاشف للحرائق عن بعد باستعمال تقنيات دقيقة دقيقة المصمم والمطور ومن طرف باحثي مركز البحث لتنمية التكنولوجيا المطورة الجزائري يعني كل شيء جزائري لمينة خوتي بليلقور رامطورين رامليهجين وحدة ليفوا من التطور ولكن أحيانا أمور مثل هذه قد تكون مفيدة خصوصا إذا استغلتها الجزائر استغلت هذه الاختراع وعرضاته على العالم قد يعجبهم وقد يقومون باقتنائه من الجزائر فأنتم أشعركم خوتي في هذا الموضوع أخيرا في الأخبار يبدو أن أسعار البترول الآن رح ترتفع أكثر من أي وقت ماضى ولكن هذا إذا قامت إسرائيل بالهجوم على إيران وهنا نعرفكم يا أعزائي المشاهدين واش رأيكم زعما في الإيكونومي تحت جزائر يطلع ولكن مقابل هذا ستدفع إيران الثمن لأنه إذا هاجمت إسرائيل شوفوا شيء يقول لك الخبر هذا من الـ MBC الأمريكية يقولك إسرائيل قد تسعى إلى شن هجومين أوسع نطاقة على إيران يشمل منشآت النفط والغاز إذا حدث هذا بالفعل فرح يحدث ندرة في سوق النفط والغاز وبالتالي يزداد الطلب على النفط والغاز الجزائري وبالتالي ترتفع الأسعار هذا الأمر قد يفيدو الجزائر كثيرا لكن مزال ما على بناش الأمور هذه مزالت هاضرة انتم مرشاكم في هذا الموضوع خاوتي يشارككم في الأخبار اللي شاركناها معكم في هذا الفيديو قولونا في التعريقات إذا اعجبكم الفيديو إذا خبت الله يحفظكم كالعادة اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس وانتظرونا مع المزيد من الأخبار شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء